جوهرية بشكل كبير جدا في تأسيس القواعد الخرصانية طبعا دي قاعدة خرصانية مقاسها 60 في متر 20 ده عشان يكون موجود عليها الوحدة الخارجية لأنظمة التكييف طبعا المواصر النحاسية ما شاء الله تبارك الله ممددة داخل مصورة بي في سي تم عمل عليها أيضا خلطة خرصانية عشان عملية التمدد والانكماش فيما بعد ونتلاشى أنه يكون عندنا أي تسريب على الإطلاق ده جزء الارتداد الخاص بينا اللي احنا اتكلمنا عليه أسفل وأيضا في هذا المكان عندنا جزء الارتداد بشكل جيد جدا تم تركيب الكواعد الخرصانية تم عمل كواعد خرصانية تم عمل كواعد خرصانية على المواصر النحاسية عشان نتلاشى التمدد والانكماش فيما بعد ولا تلاشى أن احنا نضع أي مصامير في البلاط وبالتالي هنا بنركب القاعدة الحددية يركب عليها المكيف وأيضا يتثبت مصامير وبنتلاشى أن احنا نضع مصامير في العزة